لم أصل إلى مستوى الطموح ولكنني سعيد بأن أتلقى اتصالات واهتمام من الجهات المعنية أنا أريد أن أذكر بقضية إلى السيد وزير التجارة وإلى السادة في دائرة تسجيل الشركات ما نعرض معكم بلاوي وقبل هذه أنا سويت ثلاث أربع حلقات بما يحصل في دائرة تسجيل الشركات والفساد الذي يحصل بها لا خابرتون لا دزيتون توضيح لا دزيتون استفسار لا قبل تتردون علينا شن الموضوع يا سادة يا وزارة التجارة شن الموضوع ناس فقرة جاي تتهم بالمليارات بالضرائب بسبب تسجيل شركات تصير بها فساد أما هنالك فساد تعالجونا وتقولون على نجل الخطأ أما أنه الفساد يبقى على عواهنه سيد معالي وزير التجارة سيد مسجد مدير تسجيل الشركات ليش ما تجاوبونا على هاي القضايا ليش ما تردون علينا لأن هناك ظلم وقع على الناس وكضرر كبير وقع على الناس وعندما نقول لكم هذا خلل في إحدى مؤسساتكم بمعنى أننا نريدكم أن تنتبهوا لأن هناك متضرر أما عدم الرد فيشكل قضية كبيرة ترى وأكو بالتجارة ملفات يشيب منها الولدان وإن شاء الله احنا راح نجيها في حلقات المقبلة فإن يرجوه وفي توجيه إلى معالي الوزير ومسجل الشركات جاوبوا الناس بما يلزم بما يلزمكم بالتوضيح لأنه احنا بنقول هناك خطأ نقدم دليل ونقدم شاهد ونقدم معطيات وقبلها أنا سويت حلقات عن ما يحصل في دارة مسجل الشركات أو إذن من طين أو إذن من عجين لا أخوان لا رجان ولو بالخدمة ماكو رجاء انتبهوا لما يحصل في مسجل الشركات والفساد الحاصل هناك والمافيات شيء آخر أتقدم بالشكر إلى السيد مدير استخبارات نينوى اللواء حربي وأيضا إلى السيد العميد سعد أبو حردان بعد أن أعرضنا مناشدات لناس تعرضوا للظلم والابتزاز في نينوى وعدم سماعهم وعدم تمشية شكاوهم وأن هؤلاء المبتزين ما زالوا يمارسون هذا الدور فكلمني السيد اللواء والسيد العميد وطلب أن نبعث لها اسماء السادة الذين ظهروا معنا وخصوصا قضية المرأة اللي عمرها 71 وطلبوا منها لن ترى وقضية ذاك الذي دفع رشوة خلف الله عليكم وهم راح يعالجون الموضوع وراحطون تفصيلات نحن نسمع وهم يسمعون وهناك قانون يحكمنا جميعا وكلنا نحترم القضاء لكن عندما نشير إلى خلل هنا وهناك فكل ابن هذا مخطأون هناك خطأ يحصل سهوا وهناك خطأ يحصل بقصر الرؤية وهناك خطأ مقصود فأي نوع من هذه الأخطاء نحن نشير إليه وأنتم عليكم أن تنفذوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر